إخواني أخواتي السلام عليكم أيثما ذي اسماء الزول غيفون إخواني اليوم سنحكي قصة عن مدينة أخرى من مدن المغرب ألا وهي مدينة الجديدة إثما ذي اسماء السادنسيول في غرم جديدة المدينة الجديدة المغربية المعروفة تاريخيا باسم مازغان أي مازغان هي واحدة من أبرز المدن الساحلية في المغرب وتقع على الساحل الأطلسي على بعد حوالي 100 كم جنوب غير مدينة الدار البيضاء تتمتع بتاريخ غني ومتنوع يحكس تداخل الثقافات والحضارات التي مرت بها مما جعلها واحدة من مواقع التراث العالمي اليونيسكو وقد تطورت مدينة الجديدة وأصبحت مركزا تجاريا مهما نظرا لقربها من المحيط الأطلسي وسهولة الوصول إليها المدينة القديمة هي أبرز معالم جديدة وتعرف اليون باسم القلعة البرتغالية تدم أسوارا وأبراجا دخمة بالإضافة إلى الشبكة من الأزقة الديقة والبنايات القديمة أهم المعالم داخل القلعة هي الصهريج البرتغالي بناء تحت الأرض مليء بالأعمدة والأقواس الجميلة كان يستخدم لتخزين المياه ويعد من أشهر مواقع التصوير السينمائي هناك كذلك كنيسة السيدة العذراء وهي مثال رائع للهندسة المعمارية البرتغالية أما الشواطئ في الجديدة تشتهر بشواطئها الجميلة مثل شاطئ سيدي بوزيد وشاطئ الحوزية التي تجذب السياح والزوار لاسترخاء وممارسة الأنشطة البحرية يغرب من جديدة أنتا أغان إزقي غرمان ولمغرب اللانين الدو أغراس ذي غرمن دار البيضاء إلى ميان تيميضي لايتواسن سيومزروي النس نبغران بقوثنين لايتواسن ستوسنا ذي تغرما النس جمين تفا من جمي نقوم أدلان اليونيسكو لايتواسن جديدة سيغرم نأزايكو كمين تفا لذيكس تقديرت البرتغال لذيكس إقديرا ده تزدمين لانتفا ذيكس تفضنا نوامان ألث اللذيكس تمزلوت يميتني تمزلوت نريم العدراء انتفا ذيكس إفتيس قوثنين إفتيس نسيدي بوزيد ذو إفتيس الحوزية الجديد اليوم مدينة مزدهرة تعتمد على الزراعة خاصة زراعة الحبوب والخضروات والصيد البحري والسياحة ما أنها تستضيف مهرجانات ثقافية مشهورة مثل موسم مولاي عبدالله أمغار الذي يحتفي بالتراث الثقافي والديني ما أنها تقع في منطقة زراعية خصبة وهي مركز رئيسي لإنتاج الحبوب والخضروات والفواكه بفضل قربها من سهول الشاوية ودقالة التي تعد من أغنى المناطق الزراعية في المغرب كما تعرف الجديدة تعرف قديما وحاليا بصيد الأسماك حيث يعتبر ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر من المراكز المهمة لنشاط الصيد البحري والتصدير ميناء الجرف الأصفر الواقع على بعد 17 كم جنوب الجديدة واحدا من أكبر الموانئ الصناعية في إفريقيا يحتوي على مرافق متقدمة لتصدير الفوسفات مما يجعل المنطقة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني كما أنها تشتهر الجديدة بالصناعات الغدائية المرتبطة بالزراعة والصيد مثل تعليب الأسماك وإنتاج الزيتون ولا ننسى الطاقة المتجددة تعد الجديدة والجرف الأصفر مركزا لمشاريع طاقة متجددة خاصة تلك المتعلقة بتحلية المياه والطاقة الشمسية تمزج مدينة الجديدة بين التاريخ والثقافة والطبيعة ما يجعلها وجهة سياحية فريدة زيارة القلعة البرتغالية والتجول في أسواق المدينة القديمة يمنحان تجربة غنية للتعرف على تاريخ المغرب بينما تقدم الشواطئ والمرافق الحديثة راحة واستجماما للزوار حيث تسهم السياحة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل في الفنادق والمطاعم والخدمات الموجهة للزوار وتعتبر المواقع التاريخية مثل القلعة البرتغالية والسهريج البرتغالي والشواطئ الجميلة مصدر جذب أساسي للسياح ومنها المنتجعات والفنادق الفاخرة مثل منتجع مازاقان بيتش أند غولف الذي يعد من أفضل الوجهات السياحية في المغرب ويوفر تجربة متقاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاستجمام ولا ننسى المهرجانات مثل مهرجان الجديد الدولي للفروسية تساهم في جذب آلاف الزوار من المغرب وخارجه مما يعزز النشاط السياحي والاقتصادي ولا ننسى الجالب التعليمي فهناك الجديدة تضم عدداً كبيراً من المدارس الحكومية والخاصة التي تلبي احتياجات السكان المحليين كما تشهد المدينة تطوراً في جودة التعليم حيث توفر العديد من المؤسسات برامج تعليمية متنوعة فهناك جامعة شعيب الدقالي تعتبر هذه الجامعة من الأبرز بالجديدة وتوفر مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك العلوم، الآداب، الهندسة والتكنولوجيا تسهم الجامعة في تكويل كفاءات المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والطاقة وهناك كذلك المعاهد المهنية وهناك جامعة شعيب الدقالي بالتعاون مع مؤسسات مثل المكتب الشريف للفصفات لتطوير مشاريع بحثية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة ميدن سغذنين كجديدة لتنهلان كتوسنا قالتنهلان كأدميس، ألدقين، أخرزا، إن إيرذان، تمزين، ذ الفاكيث، ذ الخوضرث قالتنهلان كنمقر، يميتينين أنمقر مولاي عبدالله أمغار قالتنهلان كتمالاي تغرمي تهوذن خول غير سميدن لانين كثمازير عند لانين كثميزار ورلينين أخيذنخ قالتنهلان كتازدارت، ألدقين، 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 ألدقين سؤوسنسو منيق غنسين ميدن ددانين غيرسان قالتنهلان كتانايا أني خابارن سكان مدينة الجديدة يتميزون بتقاليدهم العريقة الممزوجة بتأثيرات حضرية حديثة الأسواق التقليدية مثل سوق الأحد تعكس نمط حياة السكان المحليين إلى جانب موسم لعبد الله أمغار تحتفل المدينة بمناسبات وطنية ودينية بطريقة تعكس الهوية المغربية الأصيلة استفادت المدينة من مشاريع كبرى لتحسين الطرق شبكة المياه والصرف الصحي خاصة مع توسعها العمراني تم الحفاظ على المدينة القديمة والقلعة البرتغالية كجزء من جهود التنمية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتشجيع السياحة كما أنها تسعى لتكون نموذجاً للمدن المستدامة في المغرب من خلال مبادرات مثل زراعة المساحات الخضراء وتحلية المياه بالطاقة المتجددة الجديدة مدينة متكاملة تجمع بين الزراعة، الصناعة، السياحة والتعليم تتميز بموقع استراتيجي يربطها بالأسواق الوطنية والدولية مما يجعلها نقطة اقتصادية مهمة في المغرب كما أن التطور في البنية التحتية والخدمات يساهم في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة الجديدة تتطور لتكون واحدة من المدن الرائدة في المغرب بفضل موقعها الاستراتيجي اقتصادها المتنوع والاهتمام المتزايد بالتعليم والسياحة من المتوقع أن تستمر المدينة في جذب المزيد من الاستثمارات بفضل مشاريع البنية التحتية المستدامة والاهتمام بالابتكار إغرم جديدة إخواني أخواتي الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أنتم وآلكم وأسركم الكريمة إثما دي سما أخونا جق المالد هناك لذيث وخامنون تقمتنون عشان مقايز ديدان زيشت زيغرمان المغرب شكرا لكم جزيلا تانمير في قوثن والماثن مولوك اشتركوا في القناة